السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا نمر للاختبار في التاريخ والجغرافية لسنة الأولى المتوسط إذن أولا التاريخ على 13 نقطة الجزء الأول عرف الحضارة واذكر مواطن الحضارة الرومانية ثانيا عدد عوامل ازدهار الحضارة المصرية ثالثا فسر سبب ازدهار حضارة بلاد الرافدين واذكر أهم منجزاتها يمكن تحكم نفس الاختبار في هذا الأسبوع الجزء الثاني الوضعية الإدماجية على ربع نقاط السياق رغم التباعد بين الحضارات القديمة إلا أنها أثرت وتأثرت فيما بينها السند رغم التباعد جغرافي فيما بين الحضارات القديمة وقيامها في فترات تاريخية متباعدة إلا أن عاملي التأثير والتأثر قد فرض نفسه أصبح باردا من خلال المجزات الحضارية من الكتاب المدرسي التعليمة اعتماد على السند أكتب فقرة من 8 أسطر تبرز فيها بعض المجالات التأثير والتأثر ثم تتكلم عن التأثير والتأثر بالنسبة ثانيا للجغرافية اشرح ما يلي عندك التنمية المستدامة اشرحها التلوث المائي والبيئة الباردة الوضعية الإدماجية السياق تعرضت الأرض في الآونة الآخرة للتدورة البيئة بسبب العديد من العوامل السند تتعرض البيئة لمجموعة من المشاكل وهي انتشار القمامة والتلوث الذي بات متربعا على النمو الاقتصادي وراحة المواطن التعليمة اعتمادا على السند وما درست اكتب فقرة حول التدهو البيئي وأسبابه وقترح حلولا للحد منه أنا هذه الوضعيات الإدماجية لنعطيها لكم يمكن تحكم لازم تحضروها من المفترض أنها يمكن يعني ممكن جدا أنها تحكم في الاختبار إذن تمنحوا حاولوا باشدروا وضعية إدماجية على حساب مقريتو على حساب خلاصة ليدتوها في القسم نبدأ بالأسئلة الأجوبة روحوا للتاريخ إذن أكمل ما يلي الحضرة ما هي الحضرة هي التقدم واللقي في جميع نواحي الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعمرانية مواطن الحضرة الرومانية تقع في إيطاليا جنوب القارة الأوروبية وهي شبه جزيرة تشبه الحداء الطويل لها عدة جزر تابعة لها منها جزيرة سقلية هذه الجواب الأول جواب الثاني عوامل ازدهار الحضرة المصرية الموقع الجغرافي الهام حول البحر الأبيض المتوسط قوة الجيش وتنظيمه الاحتماد على خيرات المستعمرات باستغلال خيراتها وطروتها بالنسبة للجواب الثالث عرفت حضارة بلاد الرافدين ازدهارا وأهم مجازتها الكتابة المسمارية في أواخ القرن الرابع قبل الميلاد تشريعات حامورابي 1789 قبل الميلاد إلى 1750 قبل الميلاد حدائق باب المعلقة والمشيدة من الطين المجفف هذه هي الازدهار اللي عرفته بلاد الرافدين بالنسبة للوضعية الإدماجية كان معايير والمؤشر معيار عندك المعايير عندك الملاءمة مع الموضعية استخدام أدوات المادة الانسجام والإتقان وعندك تعريف المؤشر عندك تعرف الحضارة القديمة مجالة التأثير والتأثر بين الحضارة القديمة مصطلحات تستعمل المصطلحات والتواريخ ما تنساهمش مقدمة صلب الموضوع والخاتمة طبعا مع مراعاة الخط والنظافة هذا بالنسبة للتاريخ بالنسبة للجغرافية ما معنى التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي عملية تتلبية حاجيات الأجيال الحالية دون التفريط في الأجيال اللاحقة وتتحدث فيها آليات صديقة للبيئة تكون صديقة للبيئة التلوث المائي يحدث عن طريق تلوث المسطحات المائية وذلك بتنصب مواد كيميائية كيميائية وأسمدة استناعية ونفايات المصانع وغيرها إما على رفاف الأنهار أو ضفاف الأنهار والبحار أو المياه الجوفية البيئة الباردة تتميز بغطاء جليدي وشدة برودتها تحول بين الإنسان ونشاطه الإستراحي وتنقسم إلى بيئتين الطايقة والتندرة الروح للوضع الإدماجي كيف تخدمها؟ تعرف التدهور البيئي أولاً ثم أسباب التلوث البيئي ثم تعطي حلول المقترحة النتائج والسياف تعطي مقدمة صلب الموضوع دائماً والخاتمة وما تنساش الخط والنظافة إن شاء الله أنا أعطيتكم بعض الأسئلة التي تكون قادرة تكون في الإختبار رب يوفق الجميع والسلام عليكم